السلام نعود نوليت لكم مع الحلقة الثانية من مسلسل الترتيبات لرمضان إن شاء الله إن شاء الله يعود علينا بخير ونلحقوله ونصموه إذن خليكم تشوفوا عندي هاد البلاتو كثير من يعرفوا شنو هو هاد البلاتو تاع الميكروند اللي موجود داخل الميكروند أنا موجود الميكروند تاعي يفسد لي وكنت واجب علي يا نار ميه دوك خليت هاد البلاتو هاد باش نستعملو حتشوفوا شدرت فيه إيدا استعملتو درت فيه البلاور دياولي القراءة الزيتون والقراءة الزيت هاكدا نحطها في البلاكار وندور باش نجبد وش حبيت هاكدا باش منننننن كينوح نحووس على بلارة ما كلها نطياح وندير المشاكل كينكون نخدم إيدا هاوليك في البلاكار هاكدا ترتيب تيالي يكون هنا عندي البلاور هنا هاد يخذيتها من إيكيا عندي زوج وحدا دات فيها سكور ولا دوزياب اللي ملي هيك في الكوان درات فيها الفريك لديه بلاور من نفس النوع كوكاو زوجي من محبي الكوكاو انا سفد من الكوكاو اذا كما تشوفوا هذا هو الترتيب هذا هو الترتيب اذا كنتوا كما تشوفوا ما تعرفوا شوين تحتوهم تشوفوا مرميين ديري النقودة كوبا لدي الحل بسيط جدا اذا عندكم لنجات نمبر تلك نمبر تلك حلوها وحطوا فيها ليسا كامل لي عندكم بهاد الطريقة هاد العملية ما تكلفكم وتاني دلكم النظام ومن هاد ساشية هادو اذا نورلكم تاني حيلة عندي هاد الطابلو اللي وسيتوا هنايا بنفسي اخديت لطابلو لطابلو ورحت وسيتها هنايا في الكوزين ديالي عملت بعض الورود للتزيين فقط دونك انتم متقدروا ديروا وش حبيتوا هكذا باش نقدر جنوت وش حبيت نشري اذا فقط حيلة اخرى اذا عندكم وولادكم صغر ويحلوا البلاكار على بلكم الكوزينة خاطرة جدا للاطفال دونك انا عملت هاد الستيك خشين هكذا ما تقدروش يجبدو قد ما يديرو ما يقدروش اذا نورلكم تاني انا كيكون عندكمش بزاف الاسباس ونتخبيو دوزان تاعكم قوموا بعملية التعليق انا درت لغوبو تاعي هاداك درتلو كخوشي وزيتلو الاسيك بش ما يطيحش وايضا هاد هادو من الزكستانسيل تاع الاركميزين هادو من كي ما يقدروش يتعلقو لكم انا ينضيف لهم هاد الترك هادو ماء بلاستيك اللي تصيبهم كي جايين هكذا تصيبهم فل وانتو كتشو لساك بوباد وليساك درسيكلاج يكونوا الداخل دوك أنا نعلق بهم هاد الكوير نعلق بهم الحاجات ينلي ما يقدروش يتواصوف لكروش اذا باش نورلكم تاني حيلا اخر عندي هاد الافانتوز لاني درته هنا نحط في هال الحبل اللي نخسل بيه الماء هادو ما اللي نحك بيه هم وكلوش نحطهم باش يقطرو هنا وايضا باش نحط لكم عاد تنظيف باش نحط لديزنفكت اللي فيه هادا اكتر من حاجكم لطوالات لباكتيري اللي فيه نستعمل بيه غربونات دو سود ونرون نقوم بلحك هاداك هادا اولي نوكس وونا نحكو ونشللو بالماء سخون هكذا باش تدزنفكتوه بيه غربونات دو سود اذا كنتوا عايشين في كندا نوريلكم برك وش نستعمل انا لغسل الهواني هادا عجبني بزاف هادا ماشي بيبليسيتي باش ننبارتاج معاكم وش نحبان هيا ايدا حالة اخرى باش تدزنفكتوه في الكوزينة افيتو توجوغ الجافال في الكوزين دو نستعمل نستعمل الخل الابيض نستعملو في الليفيين نستعملو في اللوحة اللي نخدم فيها نكون حدي اللاجين اولا نوسي نرش كالكو جود بهاديك القريعة اللي وريتها لكم ونبعد نمسح اشتركوا في القناة